متواصل معاكم ولازلنا في برنامج قصة نجاح وقصة اللي راح تكون مع هيبة المسفر اللي ما شاء الله عليها عندها الكثير والكثير من الهوايات والرياضات الكل عربها في رياضة كرة الطائرة ولكن اليوم راح نعيش معها قصتها من البداية الى النهاية والعمر المديد ان شاء الله يا رب بس شاء الله بالخير اهلين هلا والله يا عافية الله عافيك يعني انا واندي كان في المقدمة اقول انواع الرياضات اللي انت مارستيها ولكن ما شاء الله كل يوم رياضة فقمت اضيعانا اكيد الرياضة اكيد يحب ينوع بالرياضات بس انها تكون اكيد عندها يعني شي مميز يكون انها لا يعني هذا اللي ميزة وهذا اللي هو يحبه وانقرب على لقلبها مميزة اكيد كرة الطائرة كرة الطائرة لكن نحن نحن نخلل الكرة الطائرة ونرجع الى البداية من اول شيء اش لو اندي شي تعلم رياضة اشي اللي حبيب تشفي يعني الكثير من البنات يحبون خلنكم اقعين يحبون الميك اوب الازياء بعضهم يكون مشتهد في مجال اما لكن الرياضة نوعا ما يعني اخر طموحهم او اخر مقصدهم شوف اول شي انا من عائلة رياضية طبعا كانت الوالدة تلعب باسكت وكانوا خالاتي وخوالي يهم عندي يعني عائلة وخوش بعد حارس مار ما كان ايه كان ومخرج اذاعي ما شاء الله عليه مشكور وعليه وشيضا المخرج اذاعي فيصل مستر الاسداد في هذا المجال بالاذاعي تحياتنا حقه اهلين كملت العائلة كلها اوكي فأي قلت بداية كانت شنو كرة تسلب نعم اوكي واستمرت او شاو سباحة كانوا عليام الصيب كم كان عمروش تقريبا صغيرة يعني قامت ست سباحة حتى يمكن اقل مما انا اكون خامة تشكل حق اللعبة يعني طبرة صغيرة ايه يعني كنت اوشي سباحة بدايت سباحة كانت عرفت الحرة وباك ارت سباحات كانوا عليامها في المدارس ام سلمة و المنصورية فبعدها تجهت حبيت السلة بعد كت من والدتي احنا قلنا نوقف عند السباحة ايه من الوضعش النادي اشي اللي احبج فيها يعني ما حسيت انه ليش هايبين اسبح لا لان انا قرام شي اسمه وحر وقرام شي اسمه سباحة حلو من والدت اول شي امي الوالدة كنا نروح الايام قبل ايام الطيبين كنا نروح احواب السباحة ونلعب وشدي وناسا ايه فخالاتي كانوا اهما ما شاء الله بطلتين سباحة ومدربات من هما ازهار وانوار الملة والله واناعم اعلم حالك اهما اللي يدربوني يشجعوني بعدين اتجاهت حك كرة السلة قلت لأبي يعني لعبت شي جماعية وحبت البنات يكونوا معاي ويلعبون المرحلة ما بين اتجاهت من السباحة للا كرة السلة كم كان عمره ايج شون صار من قصة ودت جناس لها العالم تقريبا اول شي بدأت من المدارس على ايام المدارس احنا مكان عندنا اندية كان موجود بس نادي الفتاة بالكويت اللي بالخالدية طبعا الحين اه كان بداية اول شي مدارس وشريه بعدين كانت الوالدة هي بنادي الفتاة وخالتي هم كانوا بنادي الفتاة وهي السباحة نصها خالتي أنوار كانت كبتن فريق كرة السلة بحوالي انجزة العائلة وتحياتنا للعائلة الكريمة بحوالي يسحبوك إلى عالم كرة السلة رحت النادي بعدين رحت النادي تكترينا اليوم؟ صغيرة كنت كم تقريبا؟ كان عمري 9 سنوات 8 سنوات بعدها استمرت من بعد قبل ما كانوا لدينا صالات مؤهلة مثل الحين تشوف باركي صالح حقي قدم الرياضي إنها تكون صالحة كنا نلعب على غار كانت هذه بدايتنا و كنا مشتطين و نحن هي أهالي نلعب من بي أدربكم؟ طبعا كانت تدربنا كوتش كوتش عواطف الله يذكر بالخير حين ندرب منتخب المارات ما شاء الله عليها طيبنا هكذا فصارت لي إصابة واحدة دزتني تعرف أنت شوية نوع الماحتكاك احتكاك و شوية ألماء بالكويت يدفاشا شوية فطوحت صارت لي إصابة قاتل والدة لا توقفين نهائيا كانت تتمدن أن أصير تنس أرضي شوية ما زعلتها لما قلت شلاء لا ما منعتني طبعا نعالش طبيع من بعد الإصابة وهذا بعدها لا اتجاه قاتل شوية ارتاحة و شدي بس سلة نويت ديش قبل الاتجاه نقول و قبل الإصابة شاركتي في بطولات في مسابقات سلة ايه؟ مدارس لأنا كلمة صغار مدارس؟ كنت تمثني أي مدرسة؟ أنا كنت عاتكة و هندو المشتركة بالجابرية بالجابرية تمثلينهم في بطولات السلة المدرسية مدرسية تذكرين أول بطولة شعرت فيها؟ كانت أول بطولة أظل ما أتذكر إذا تذكرين المراكز التي حصلت على الذكر قبلتي أبل هدى وللحين تواصلوا إياها بس هذا اللي أتذكرها و حصلتوا على بطولات أو فيستو بالمباريات أي خذتوا أي مركز؟ كل الأوائل كل الأوائل كنت هدف فريق الدفاع ليس فقط أنا في وقت لأنها لعبة جماعية فتشمل كل اللاعبات دورج أنت كان في فريق شنو بالطبط؟ أنا كنت دفاع دفاع فهي ويلة اللي يقرم ليس ويلة اللي يكون طويلة مستفيدين من طولي يمكن هاي الشيء ما شاء الله بعدها الإصابة صارت والوالدة خافت وقفتني مدلم قالت لي أوكي لعبين لعبة تصول على قولتهم لعبة فردية أن تلعبين لعبة أنا أوكي حق إذنية مطيحين فيها وهذا فبداية شوية نسى من هذه الفتاة روحت حق تنس الأرضين كم كان عمرك؟ تقريباً اثنع السنة اي بعد تنس الأرض بالذات كبيرة إعداد عمرهم بشي شوف لعبة حلوة بس ما يعذت لي ليش بالحقس ما أدري هي حلوة وطقت المضرب هي حلوة بس أنا ما يازت لي وبالعالم الحين ما شاء الله من البنات مبدعين عندنا هذول خوات سرينا وليونز ما يسمونهم اللي كلي مخدم بطولة نحن بعدها ما عندنا ما شاء الله سارة بهبهاني تبارك الرحمة فكان مجالتكم عندنا سارة بهبهاني وهب المسفر بعد هذا النصيب كم تميتي فيها؟ أقل أقل يمكن بس شهرين شهرين تأسيس شوية يعني كان مبسيط جداً وبعدين حول طائرة طائرة طبعاً طائرة بدعت فيها وتميت سنين وطويلة فيها أنا أبي قصة الطائرة بالتفصيل لأنها هي نقدر نقول جوهر الحلقة أوكي جوهر الحلقة أول شي بديت بطائرة طبعاً كنت صغيرة من بين 12 سنة و 13 سنة كان يعني نادل فتاة نادل فتاة الخالدية وبديتهم بالمدارس وكنت طبعاً كابتن فريق المدارس ومشاء الله يعني المنطقة على قولتهم سيد لحظة على ضد الشيات يصور تيكابت الفريق لأن أشوف أحنا مشكلتنا بالمدارس وما في تأسيس يعني كما تقول نفس النادي مثل كوتش ومساعد كوتش وما اللياقة وكل واحد لا شغلتها طبعات البدنية أخني الكرة ويلا لعبين كل لعبوا عرفت كذلك بس يعلمونكم يعني أن الدفاع شوية يعني مو نفس يعني تأسيسنا نفس النادي شسمون هذي أنا أذكرها قبل الضيقة هذي شلو؟ هذي أرفع الرفعة الرفعة أو الاستقبال الاستقبال شديد لا الاستقبال شديد الرفعة بالأصابة شبسة يا ويلة أوكي وعندك بلوك بعد البلوك هذا أنا ما أحلم فيه لأظمر ما راح أوصل لا تقدر في أكثر مني بعد تهدين أوصل وش تقدر ليش لا؟ يعني ما راح جرب ما راح جرب بالكاميرا لا أجرب لا ليش تحراج يعني بجرب لا زين وصلت لا تقدر تقدر تتش بلوك يصير تتشاوث راح الصابعي ده كانوا ما شاء الله قوي لأن ده كان ده كنت أشو مبارات لأ كان ده كنت أشو مبارات ومتخب برازيلي مع متخب أوروبية كيف؟ عندهم واحد لمن يجبس كأنه صاعقة مكرا سميلا عليهم كم طوالهم؟ فوق التسعين أنا ما أطول لا يعني ما أشوف فوق أي فوق التسعين يعني ما شاء الله بناتهم تسعينات ما بالك شبابهم أي الابلة واختي الكرة ولعبي لعبي واتجهت وكان شنو كان على يامها بداية تأسيس كانوا يابون منتخبات مدارس حلو خذونا حك شنو احنا بجوء حك الطائرة يعني حك بره الكويت بره الكويت نشارك باسم الكويت بس مدارس مدارس حلو اي فخذونا والله يذكيرها بالخير كان كوتش يوسف الطباخ هو من يولا يعني اهو اللي اسسني حك الطائرة يعني الحين صارت المرحلة الصجية تأسيس مو كرة ولعبي لان خامة يشكلوني وكنت صغيرة يعني نشوف من بين تسعة الاثنى السنة او ثلاثة السنة هذي احسن مرحلة حق الطفل انه يتشكل حق اللعبة ويستوعب اللعبة يستوعب عليك نو حلو فبس خذاني كوتش يوسف وقال لي استمري وشجعني وأهلني كنت اصغر لعبة في المنتخب الكويت حلو منتخب المدارس لأ منتخب الكويت انت حندخلتيني في موضوعين مع بعض اي واش خلص مدارس اي اي انا ابي خلصة المدارس المدارس هذي اي شاركنا بطولة كوي بدأي نكنسلوها هنا بلكويت اي اوكي بعد نكنسلوها وقالوا في بالامارات وكنسلوها صارت يعني لوية ما صار المنتخب اللي هو خاص المدارس في الوقت اللي انت كنتم موجودة بالفايل صارت كلها الحين يعني صارت البطولات كلها داخل الكويت زي انتو حين كابنات عشان توصولوهم متحب الكويت اسم بكون مثلون اندية اي اندية محلية الحين صارت وهو اللي يمثل نادي فتاة وهو اللي يمثل المنتخب الكويت فاختارواج من ضمن المنتخب المدارس الى نادي فتاة كان في عمر معين وفي اعمار في المنتخب نفسه لا ما شاء الله احنا كان ولي معاننا الله يتكون بالخير لاعبات كانوا امهات يعني انا كنت قد عياله وما كنت ألعب فبالعك شجعونا ويعني كنا حتى لما نسافر وما نحص بقربة احس جنها هذي امي امت معاي امي معاي عالي كنور عرفتري في طباخ وشديدة ما فيه لا لا ما فيه طباخ لا اتزام لايين مرتين عند القهوة هذا خرابي اي فاقولك بس يعني ما شاء الله عليهم كانت لياقتهم حلوة ويعني لعبهم كانوا وايض حلو فاكيد المستوى العالي يرفع المستوى اكيد لازم تدمج بين هذا وهذا عساس انه يصير فيه احتكاك ويقدر اللاعب انه يؤدي هالشي وما يصير فيه خوف دخلتين منتخب الكويت ونادي الفتاة وثلاثة الكويت في محافل المدرق الخليجية وعربية وان شاء الله عالمية قبل الدخول الى البطولات فترة الاعداد مع الكابتن افتكر يوسف طباخ ماذا كان العداد وماذا كان تقبلت انت التمارين ماذا حسيتك ما اتش لحظات قلتين ماذا انا بالتمرين بطلع معرفيجاتي بروح لا انا اقولك الرياضة تمشي بدمي اموت على شيء اسم رياضة ما شاء الله فكان الله يتكره بالخير كويتش يوسف الطباخ كان طبعا اهلنا قبل البطولة يعني باشهر مو حظة البطولة يأهلنا طبعا التمرين كان ساعتين باليوم يعني يوميا كنت يعني اوازم بين الدراسة والرياضة عادي ابو السعود ما غاشمر اي تعرفة اشهر انك تعرفة اوازم امتياز يعني يعني لا 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 ما في امتياز اقول ما تشذب عليك شيء جدا انا الله يحببك ان شاء الله اوكي اجمعين وبس انه اقولك انه ساعتين اه باليوم نتدرب بعدها في معسكرات كانت معسكرات قبل البطولة كانت تقريبا مدتها شهر تذكريين اول معسكر ريته اول معسكر كان باليمارات باليمارات تقريبا ثلاث عشر سنة آية ثلاث سنة يعني اعنا ابي شعور مسعود لان خليتك يتروحين فيلم هندي لان انا قد تصر شوف اول كانت ايه يلا ما ادري شنو روح ومشجعتني يوم الوال ابدو اخوي علبو ان انا حشي بس ايه اوكي طبعا انا وحيدتهم وما ايه كلش امي مع فارقها دقيقة الله خلي حك بحض اجي معين يا رب فاول ما رحت كل يوم طبعا اتصالات ها شلونها ما لونها وما ادري شنو يتلي يتلي هناك يومين وردت طبعا هي الداوم موظفة كانت وردت الكويت طبعا حزت وانا ما اصله لكويت طعم هندي بالمطار تبتشي ومر ثاني ما تخليني اول مرة تسافر وانت صغيرة ماتلا اي بس انه يعني شو سوي بعد رياضية لازم تتحود رح نسوله عن الرياضة لكن في جانب مهم هو البرنامج اسمه قصة نجاح احنا قد تكلم عن خطوات نجاحك في ان يدروا نقول حبك للرياضة لكن النجاح ما يصير بدون ما يكون فيه دعم اسري خلينا نتكلم عن دعم الوالدة دعم الوالد دعم السعود ابي الجو المحيط اللي حوالك اللي قد لمشتد دعم سوفيلي اشتار معاهم يعني ساعدوني بالعكس كانوا يشجعوني ويعني بالعكس هذه الرياضة زينا حق صحتك زينا حق جسمك بالعكس ان لا روحي تدربي الحقيق كانت الوالدة تشد علي بالرياضة والاكل كانت تخفف ليها ما كانت نعم السعودة يعني الدعم ما بس كان بالحد شيء عيباً كان حتى أنه يساعده بالأكل بالأكل ولأ وروحي وإذا صارت لأي إصابة طبعاً لابد من اللعب أن تصير لأي إصابة طبعاً لأ كانت أمي يعني مواضبة على هذا الشيء نتودين علاج طبيعي تودين النادي بالعكس يعني كانت بينها وبين الكوتش كانت كونتاكتي يعني بينه وبينها مسؤولية قالنا إيه قالنا لأ إنه بنتي شلون اليوم شلون لعبها وشلون الدفنس مالها شلون شوتتها يعني كانت يعني الله يخليها ليه كانت وايد مجابلتني وأنا صغيرة بعدها لما كبرت لأكتمت على نفسي زي اللحظة دابنا مجابلت شوايد فأكيد كانت تحضر المباريات بالكويت كانت في مباريات ودية وكان الله تكون بخير سوكشير كان يساولونا بطولات شواطن وكانت بالحكس تي تشجع وانت تستنس لما تدين البيئت تقولك البلوك اللي سويتيه غلط الاستقبال اللي كان غلط لا شوف أهي موزد لا شوف أهي موزد بالطائرة كثرة السلة كثرة السلة لا تقعد اللي قاعدة كانت طائرة شوية سواء من أهلك ولا من الناس اللي حواليك أنا شوف يمكن من ناحية أهلي الوالد كان شوية ظروف أمله وشكله إنه كان جدا مشغول كانت الوالدة أهية يعني باستمرارية معي عندي خالاتي بنات خالتي بنات عمتي يعني هذي الأكثرية ينتقدون بعض الأخطار اللي تصير بملعب يقولش والله هي هبة المفوظ كنت تستقبلين الكرة بطريقة صحة أو بالعكس كانوا شاجعون لنشوف لابد إن اللاعب لازم يخطأ إذا ما خطأ ما يصير لعب إذا ما أحد انتقدم ما يعرف غالطة إيه أوكي ينتقد بس إنه في أشياء أنا توجيهات الكوتش أكثر أني أسمعها تسعليين إذا أحد انتقدتش؟ لا كلش نهائيا بالعكس لا عادي أقس انتقاد يا عالج أني صرت متينة ومتنانة عاد اللبنية لا تقول متينة لا أنا صجع أنا متنانة عشر كيلو حاليا وكان دفنسي لما تحرك حركتي كان تقيلة أنا هذا وايد الشي أنه مضايقني إلى درجة أنه الحين رجيم قاسي يعني الفالي إن شاء الله أبدأ رجيم بعد مرة بالعكس ما فيك شيء فتنس لا لا يبي لي رجيم إن شاء الله يا رب إن شاء الله طبعا يمكن المواضع معاك شاء في مشوارك كثيرة بس بناخذ فاصل صغيرون بعد الفاصل نكمل حوارنا معاك ونتعرف على المشوارك وقصة نجاحك شرائج أوكي فاصل نجبس ونواصل نكمل معاك بحوارنا مع البطلة هبة المسفر ومشوار نجاحها في عالم الرياضات المختلفة يمكن هبة في اللغاء قبل الفاصل قالت إنها لعبت كرة تنس أو تنس أرضي ولعبت كرة سلة وأيضا بالإضافة للسباحة واستغرت مؤخرا على أو مؤخرا من عمرها 12 سنة على الحب الأزلي اللي هو كرة الطائرة عدل نكمل حوارنا معاك وننتقل إلى المراحل اللي صارت في مشوارك أو ضريجك في لعبة كرة الطائرة كرة الطائرة أقولك بلشت فيها وكانت فيها بطولات داخلية محلية داخل الكويت حلو بس هي ودية تكون ودية وفي بعض المرات تلعب إحنا شنو مع الفريق الفلبيني نعم طبعا ما شاء الله عليهم موايد يلعبون زين لعبهم موايد يغلبونكم؟ بعد مرات إيه؟ وتغلبون؟ لأن ما شاء الله اللي يقتهم زينة عندهم تدريب متواصل يعني وغير هذا مو بس اندور حتى اوتدور اوتدور ايه يعني اوتدور قاعد يلعبون حتى بيتشبول يعني يمكن من المعوقات اللي صارت في الدريد شاهبة إنه ما في اندية كانت ترعى الفرقة النسائية فلما يصير في بطولات صعب أن تحسين بمنافسة قوية حقيقية شوف أهلما مو بس على المنافسة احنا حتى على المدرب صارت فيها لويا يعني عندنا يمكن انا قرأت الموضوع هذا لكن انا بتكلم عن الاندية حتى اثير المنافسة اشوف الاندية بس هني احنا عندنا فتاة وكانوا شنو كانوا الجامعة يدخلون مدارس معانا كنا يعني كي نسوي دوري مثلا بوزارة النفط عندك وزارات وايد كنا نلعب وياهم شاركون معاكم؟ شاركون ويانا وفريق ناد الفتاة كان ياخذ أي مركز في هذه المشاركة؟ احنا كلنا الأوائل دايما الأول وأول بطولة صارت اللي هي محلية خذت فيها أفضل لاعبة شواطئ بسوك شرك بسوك شرك اي تقريبا على ما اعتقد سنة ألفين واثنين ثلاثة شمك كان عمر شيانا؟ ما تذكر احسب ستة ثماني نزل ما راح اقدر احسب لأنه وايد أسألة في بالي والأرقام وأنا وايد بالرياضيات زين وايد فإن شاء الله يا رب دعم تكون الأفضل لعب في كل البطولات ما قصر تذكرين أهم المباريات اللي صارت في هذه البطولة؟ كونها بطولة أنت تميزتي فيها؟ شوف تميزت فيها لأنه كانوا معنا هم أجانب يلعبون والأجانب لا مفرقنا فريق ضد ضدكم فكانوا ما شاء الله منافساتهم وايد قوية بس إحنا شو اللي كان يعني اللي مميزنا اللياقة كان تدريبنا قوي كان الكوتش ما يقصر معنا يعطي العافي يوسف الطباخ يوسف الطباخ من بعدها طبعا يا كوت صابر تونسي جنسي تونسي وبعدها سامر وبعدها رد الطباخ حاليا من يدربكم؟ حاليا للحين ما عندنا مدرب فتتمرون ما مع بعض؟ آخر مدربة مسكتنا كوتش مونة حق المنتخبين مونة كويتية؟ لا مصرية تحياتنا كل المدربين والمدربات اللي أنشأوا هذا الفريق المتميز منتخب الكويت البطنية اللي كرت الطائرة السيدات وأيضا فريق نادي الفتاة البطولة هذه ما يستفيها لأن أنت كنت تتمرني عدل أي؟ اللي بعدها كنت صغيرة يعني اللياقة غير عن لما واحد مثلا سنة عود أتوقع الطائرة يعني يمكن هيبه ما لا علاقة بالعمر منفس كرة غدن يعني من الواحد لا كل رياضة لها عمر معينة بس العمر الابتلافي اللي لاعب كرت الطائرة تقريبا ستة وثلاثين سبت هاتين سنة الغدم ثلاثين خلاص بس ستل لما تيب لك مثلا واحدة ناشئة غير عن واحدة مثلا عودة حركتها غير يعني أنا الحين حاليا مثلا مثلا ما تيب ناشئة تكون أفضل مني بالحركة أسرع أسرع وأفضل وسرعة البديهة تكون عندها يعني أنا عندي خبرة الرياكشن أقوى إي أنا عندي خبرة بالملعب بس هي ما عندها يعني شيء ما نيز عن شيء يعني واحدة تتميز عن ثانية بس أنت كنت في يوم ليام ناشئة وشاركت في القدرات ومن ضمنهم سوق شرق وأخذت أفضل لاعبة المرحلة أنا بتم معاك كل حالة الناشئين والأمور هذي المرحلة اللي بعد البطولة هذي شنو صار معاك شنو شيء يتغير في مستمبلج اللي تغير فيني صار أن عندي عزيمة وصبر صارت فيني قوة ثقة وصار عندي إصرار يعني إذا أبي شيء أسوي أسوي هذا اللي صار فيني وهذا اللي زاد يعني من هبة المسفر اللي فيها داخلها زادها وقمت يعني أتطور بشكل ما شاء الله يعني وايد زين متى حسيت هاي هبة أنه فعلا أنت تطورتها تطور حسيت أنه من بعد البطولة اللي كنت فيها أفضل لاعبة لا بالفعل يعني كل الأمور اللي قلتها بيانت فيك من خلال التواج شوف أنا تقريبا لمشاركنا بعد الأردن وبعد مصر هاي يعني في كان بطولات بالأردن ومصر عربية ايه نعم طبعا ما نقايشهم لا بحبا بحبا قدام ما نقايشونهم بنتكلم عني مش صار بالأردن الأردن كانت بطولة عربية نعم بس ما شاء الله يعني فريق الأردني عندك فريق أولمبي ما شاء الله يعني مو مثلا عربي ولا خليدي مو فريق ناشر إحنا طبعا أنا ما أتكلم لك عن النشأة أول يعني أنا أكون ناشي أهلا مو بولهم مو بأك فريق عمري صغير إحنا نمثل منتخب الكويت كان هذا أول فريق بلكويت فلمشاركنا يعني أنشوف المنتخبات الباجي نوقف بس نقالق ونكذب ما أهما لعبهم جنا قاعد نلعب مع شابابا ما كان أداتهم؟ إحنا أداءنا زين بس على قدنا الخبرة تنقصك الخبرة ما في يعني نشوف اليفرق أنه لما تيب لاعب مستمر الدوري عنده ومحتك بفرق وبطولات ووايد أيوة غير لما تيب واحد لا على البطولات محلية خفيفة مدارس يعني مستواهم شوية قليل غير عن الخبر كيف سويت هذه البطولة هذه؟ شوف أنا كنت تقريبا أول بطولة بالردن كنت احتيها لأني كنت أصغر لاعبة فما كنت أشوف كنت أمصدم أن مستواهم روعة يعني ما أثارتك الشي هذا أن العزل أصريت لهم؟ بلأكس قلت لك قلت لك لأ أنا أصريت فصار فيني أصرار أنه أوصل أوصل اللي أنا أبي وأوصل حق المستوى اللي أنا أبي كان كوتش يوسف الطبخ قال لي أنت يا هيبة أنت من بين البنات أنت يعني يعني جسمك هيئتك شكلك طائرة يعني يقول راح تقدير راح توصلين وهو اللي خلاني يصج شجعك معنويا حتى بالتدريب يعني ما شاء الله عليه ما يقصر معنا فهذا اللي زاد فيني الإصرار والقوة وشديد والتحدي والتحدي التحدي هذا وصل للبطولة لمصر ولا تلقبيك؟ طبعا لا البطولة لمصر كانت الله يذكر بالخير اللعبة توتو هي تهاني اسمها بس يدلعونها توتو اللقب مالها هي كانت فريق الزمالي وانت عرف الجمهور المصري شلون أخذ الشيلات وشيلات حبطونا داخل الملعب اللي يشجعون يعني جما أقدر أقول الكلمة اللي احنا ما شاء الله عليها صار بي عندكم روح انكسارية نزامية اي انكسارية كنا نوقف نطالع الكرة وين تمر هذا كان الوقت بس احباط حاشكم لأنه ما شاء الله عليها الشبك يوصل منها يعني نستطنها يعني انا لو أقف يمها سنرغم عشرة ايها ما شاء الله عليها شكلها 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 طويلة 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 ويدينها ويعني ما شاء الله وشت مالها مصر يعني ما شاء الله فراعينا ما حدي قايي شو مليحي اليوم ما شاء الله احنا فأكيد لكل الدول العربية ومصر الكنانة ايوه فبس اقولك يعني هذا احنا اداءنا على قدنا يعني اوكي خليجي بس ما نوصل حق العربي فبعدين بعدها صارت تطورات تطورات لما الحمد لله وصلنا وصلنا وين يعني انا اقولك وين وصلنا اخذنا جراء كان في مشاركات ايه كنا نحصل الأول والثاني منت أول مرة حصلت المركز الأول الأول تقريبا 2006 2004 لعبت للمرأة ملعبت ايه لعبت زينا حفير دششني كوتش يوسف أساسي في عطير حفير ايه الله يعافيك فلعبنا والحمد لله ادينا زين وكل واحد ادى دورة داخل الملعب حلو ولعبنا يعني مثل ما تقول صج تيم واحد نعم قلب واحد قلب واحد ايه لأنه صج احنا يعني هذا كان من أقوى التيم اللي مر عليه الصراحة من اللي اللعبت معهم طبعا وخوف والبنات الحين بس انه اللي قبل كانوا قراب مني ممكن عشان نفس سني عمر واحد ايه واخذت مركز الاول خذينا الاول وفستو علمانه بالنهائي النهائي الامارات الامارات كبر مع بعض والتعلم مع بعض ونقلب بسرعة فيكم روح الفوز ويمكن هذا اهم شيء الحمد الله بعد مرحلة نقدر نقول الخليج حاليا طبعا لا وصلنا بطولة عربية خذينا جوائز ايه خذينا الثاني وعندك ايه الثالث كانت وين العربية العربية كانت في الوردن في الوردن ايه في الوردن كان موجود كان موجود والنهائي كان معه لا النهائي كان مع تونس مع تونس ايه وصفي لي جوه النهائي مع تونس النهائي كان الكلية بيفوز يعني بس هما صراحة يعني احنا قدينا دورنا وهم قدوا دورهم داخل ملعب كان فيه كنتم مد للتاريخ التونسي ولا فاز عليكم سهولة لا يعني صراحة فريق اللي تشوف العربي عربة النسبة لتونس ومصر يعني من اقوى الافريقى عربيا يعني صراحة محد يقايشها كرة جبارة في كرة خائرة جبارة على قولتك حلو فكان الفريق التونسي مستوى جدا عالي ما شاء الله يعني ما تقدر تقوله بسهولة لان احنا كنا نستذبح الكرة عشان نعفلها نحن نستذبح الكرة نحن نوصل مرحلة نحن نهزم هذا الطريق تذكري كبتن ماجد اي تذكري اللحظات هذه اللي الكرة صعبة ويركض لها والكرة بالهواء ويفكر بألف فكرة وفقا يلعب الكرة شوف يدت لحظات هذه اي اكيد ستيل لان لعبة الطائرة فيها كركيز فيها ذكاء داخل ملعب حلو لان انت مو بس انك تستقبل الكرة وترفعها وتشوت لا وين تشوت بايزة وين تشوت في عندك لا تشوف مستوى البلوك اللي جدامك تقدر تتويت تتويت بلوك يعني هذه خدعة اللعب اللي ببارك اي ستقدر ان ما شاء الله عندنا احنا لاعبات منها اطول مني طبعا باعات في اطول مني اي في اطول مني اش مني ما قابلتهم زي تحيات لهم كلهم اوكي ففي يعني يصير فوق البلوك يعني تصير الشوطة فوق البلوك مثلا انا ريتش اني باشوت لا اعطيها بليس يعني في خذاء تصير انه مو بس اني انا اشوت انا ابي بالنهائي الكامعة تونس ابي لحظيات مثل كارتون كابتن ماشد احنا طبعا لا كان استباح الكرة طبعا انا معاي دشيت شفت الاعلانات اللي تكون دار دار الملعب احري دشيت فيها اساس مني الحق على الكرة دعمتها دعمتها تعورتها طبعا لا ما تعورت متعودين احنا على الدايف وادعم اني كانت من اصحب البطولات اديتوا لي عليكم ادينا لي علينا وعلى قدر تعبكم اخذت الماكس الثاني خذينا جوائز بعد جوائز شنو خذيت انا كافضل لاعبة ماشاء الله على مستوى الوطن عربي اي وعندي بعد هم اختي جمانا اسد خذت افضل حائط صد ماشاء الله عليها افضل لاعبة في الدورة اي وافضل حائط صد في الدورة كويتي كويتي والمنتخب الكويتي في كرة الطائرة للنساء وهو اللي اخذ المركز الثاني هذا انجاز بعد اول مشاركة وثاني مشاركة اي انتوا انغلبتوا وايد اول مشاركة اكيد لازم كري يعني اللعب فوز وخسارة بس بالمرة الثالثة لا فيه فوز وخسارة هو اللعب يعني احنا ندوش اوكي حاطين بالنا مثلا الاول بس لابد ان تصير فيه خسارة حلو هدف جرحين يعني انتوا في مرحلة يمكن اه قاعدت تحاولين تكمنين في لعبة مرحلة الطائرة اكيد بس نعارف ان ايضا في جيري تبديش معاتش اكيد هل راح تصيري ادارية معاهم هل ممكن تشوك مدربة باشر ان شاء الله ليش لأ ان شاء الله ليش لأ بس اخاف الكايتنج اخذ منك وقت لا تشوفهم مو بس كايتنج حتى فروسية فروسية ما شاء الله عليك يعني فروسية وكايتنج وامور كثيرة وايضا في مشروع الاعلاقة بالازياء خريبا حق رمضان ان شاء الله الحمد لله فاقولك ايه يعني بالعكس انا ليش ما اتوجه حق التدريب وبالعكس اختي جمانة واختفار من شرطي قاعد بالعكس خده ودورة التدريب عندنا والفال لتش ان شاء الله يلا ان شاء الله ان شاء الله طبعا اشكرتش يمكن نص ساعة وما كفت ان انقابلت ونمحاورتش لانا مشاء الله عليك عندك افكار كثيرة عندك انجازات عندك الخيل وعندك الكايتنج اللعبة جديدة وايضا موضوع المشروع الخاص بالازياء انشطة كثيرة وان شاء الله يا رب تشوفك المتميزة في كل تسوينا مشكور وما قصرت واشكركم لكم استضافتونا اتحتولي الفرصة اني اتكلمت حج بالعكس احنا تشرف بوجودت معانا مشكورة يا هبة المسفر تحياتي لتش وان شاء الله يا رب انشوفك في اعلى المراتب كنت مع اللاعبة هبة المسفر يعني انا ما راح اقول لعبة كرطائرة لان ان شاء الله عليها متعددة المواهب تحياتنا لها وان شاء الله في الحلقات اليايا بتكونوا مع ضيوف مبدعين في مجالهم عندهم قصة نجاح الواحد ممكن يستفيد منها لما يشوفها يقولك الحين مع السلامة وان شاء الله